هذا واندلعت اشتباكات كثيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وعلن الجيش السوداني التصدي لقوات الدعم السريع التي حاولت مهاجمة وحداته بمنطقة المدينة الرياضية كما أكد سيطرته التامة على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة مؤكدا أنه سيقوم بكل ما يلزم لحماية السودان وشعبه في إطار مسؤوليته الوطنية وقد نفذ سلاح الجو السوداني ضربات جوية لمواجهة قوات الدعم السريع وسط أنباء تؤكد تصاعد الاشتباكات لفرض السيطرة على المطارات والمعسكرات والتلفزيون الرسمي وغيرها من مراكز القوة في العاصمة